اشتركوا في القناة نخود السلام عليكم عزيز أخنوش ومن بعد صمت طاويل صمت القبور على إحتجاجات المواطنين من غلاء الأسعار لشهور طاويلة وعديدة جدا يخرج هذا الأسبوع الذي أعلنه يقول بأنه يجيب البشراء وخبار الخير لمغاربة أشتركوا في القناة كما شبارك هذي ستفرقوها على الدروش أو ستتعاون معهم ماديا ماشي شفاويا في الأوضاع المزرية التي يعيشها المغاربة عاليا أشتركوا في القناة صار رأسي أخنوش جايب لنا وغير طلق لا خوف عليك أطلقوا لي وديناتكم قلت أن أمسي في غوضون شهور يعني من بعد شهور قليلة أو سنوات هنا في كين المألة يعني ربما أنسا يقول عقودة من الزمن قال لك المواطنين عاد غادين يحسوا بآتار ونتائج التوجهات والحكامة السياسية الجيدة أو اللي اتخذتها حكومته بش وجاء الأزمة مع ارتفاع فرص العمل وتقوية مداخل الأسرة المغربية وأنا كنت سأل أش مداخل تقوات عند الأسرة المغربية على نفسي أخنوش أتغير النابوبي والشفاوي والمغاربة الآن رأى ما شافوا من نواله وإذا كان كتب يلعنوني هنا في رقم التعليقات أخنوش في الكلمة اللي لقاها أمام المنتخبين دي الجهة الشرقية فلمنتدى الجهة السادس للمنتخبين الأحرى قال بأن المغرب اليوم كيعرف بداية الانتعاش الاقتصادي من بعد ما استرجعوا المواطنين التقيقهم في الاقتصاد الوطني شيئا فشيئا وأكد بأن الأسواق رجعت للراواج التجاري المؤتد ربما ربما والله أعلم يشوف غير المتاجر الكبرى بحل دي الميدام سلوى أخنوش موروكم وغيرهم وغيرهم وما يشوفش الأسواق الشعبية والهامشية دي الجهة المغربية اعتبر بأن الإقبال على الأسواق والمتاجر الكبرى مؤشر إيجابي هام بالنسبة للسيد عزيز أخنوش ولكن لسلام أي أكشر هو منذ قال بأن الشركين في الحكومة وكيقصد بشكل مباشر عبد الطيف وهبي ووزير العدل والأمير العام للطعم ونزار براكة الوزير الماء أهان عمسي عدنا الوزير الماء والأمير العام من الحزب الاستقلال وقال هذا عندهم علاقة خاصة جدا ومع عمر الغضر يأتي منهم نهائيا وهذه هم الحلفاء وإلافان والأكثر من هذا كله هو أن يديهم أنقية ونظيفة يعني ماشي من الناس لكي يسرقوا المال الآن ونفس الشيء على المنتخبين دي الجهة الشاق وهذه عنده حضر رمزية ودلالة كبيرة وربما حتى هذا اللقاء الذي اختاره وشي عقده في جهة الشاق ربما عنده دلالة ما ربما كان يقصد عبد نبي بايوي أو بيوي وعمر حجير أو الخضر حدوش الذي يخذوا الباراء هذه الأسبوع من المحكمة من الجنايات من الجرائم الأموال التي ينفرها من بعد ما كانت عندهم عقوبة الحبس النافذ ما بين عام وآمين والغرامة لصدرات المحكمة دي الجرائم الأموال في مدينة فاس قال لك هذ الناس عمل منتخبين دي الجهة الشاق يديهم نقية ونظيفة وكرشهم ما فيهاش العجيل وهذه الناس دي المعقوم وجوا فقط للمسؤولية باش يخدموا الصالح الآن ويحميوا المال الآن باش حتى وحد يقرب ليه وآخان عمال سي أخنوش كلامك أول كبير والله يجعلنا نطيقه وإن كانت الجنايات دي الرباء تعطيت البراءة عشراء دي الناس من المنتخبين والمقاولين ورجال الأعمال دي الجهة الشاق فالسي محمد أجار وزير العدل السابق حاول يعطي البراءة لجميع المنتخبين دي الجهة الشاق وبدون أي استثناء من اللي قال بأنهم كلهم مزيانين ونقيين تاهم ما يديهم نظيفة وهنا بغيت نسأل أو نقول لسي أجار ونسي أخنوش بأن التعميم دائما لا يجوز أي حاجة من الحويش ما يمكنش تجي وتقول لي بأن مدينا ما أو جيها في المغرب قال الناس المنتخبين ذي الهم زيانين ومعقولين وكرشهم ما فيهاش لأجينا دي بأس في أجار ولا أخنوش رايب حالكم بحال ناس اللي كي عمو وكيقولوا بأن كل شي خير هاش من فرق بينكم وبينهم اللاسي كين الخيب وكين اللي مزيان وفي أي بلاصة وفي أي مدينة من المدن وفي أي حزب من الأحزاب هذا من لقاء السياسيين والمنتخابين ورجال الأعمال مزيانين وكلهم عقولين وقنا بقينا غير أفراد الشعب المغريبي نحن اللي خيبين ونحن اللي فينا الدغل أخنوش كي يشيد يعني كينوه وكي يصفق ويطبل بحرارة بعمل حلافاء الحزب داخل الأغلبية الحكومية اللي وصفها بل متماسكة جدا وحياهم على الصبر ديالهم رايحنا اللي صابرين نسي أخنوش عليهم ماشي هما اللي صابرين عليهم والوفاء ديالهم في الظرفيات الأزمة وهاتي اللي يصفر على نتائج وتيمار مهمة جدا وكي يقول بغيت نحيي السيد وهبي ونزار باركا وهو مشوركاء موتوقين وحنا أغلبية متجانسة وجينا في وقت صعب ولكن بدينا كنحصده النتائج الإيجابية ما كذا بتيش نعمسي أخنوش فعلا راكم بديتو كتحصده في النتائج الإيجابية انتوهم ماشي احنا ماشي الشعب المغربين المضحون أخنوش يقول بأن الحكومة ديالهم قيادة الأحرار قامت بتنزيل إنجازات هامة ساعت من خلالها إلى مواجهة الأزمة العالمية ونسبة تضخم وتفعيل إصلاحات اللي مكنات من تعسن الأداء الاقتصادي لوطانه واعتبر بأن البرنامج الحكومي دياله كيرتاكز حول أولويات الصعر والتشغيل والتعليم ولكنه أيضا كي يواجه المشاكل المطروحة بمأزل عن الأولويات رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أو رئيس الحكومة عزيز أخنوش البارع في النظر اعتبر البرامج اللي جات بها الحكومة دياله لمواجهة تحديات الأزمة وارتفاء نسبة تضخم ووضعها أولويات الصحة والتعليم والتشغيل نصف أعينها في سياق صعب وتسيمة باللايق ومن أبرز هذه الإجراءات كيف يقول دعم المقاولات الصغيرة ودعم النقل ودعم القطاع السياحي وتعميم التغطية الصحية للتوضيع السياحي هذه بين القوصين هذه المبادرات رأيها مبادرات ملكية سامية وصاحب الجلالة والتعليمات كيف تكون هو اللي كان صباق للتفكير فيها وماشي انتو من عمز نكملوا وتنزيل ميتاق الاستثمار الجديد وخلق فرص شغل جديد للشباب من خلال برنامجة وراش وفرصة وغيرها وغيرها من الكثير من البرامج الآن أرجع للتصريح للمنصق الجهوي لحزب التجمع الوطني الأحرار والذي اعتبر حتى هو نهار السبت في مدينة النظر خلال الجولة السادسة من المنتدايات التي تحتضنها جهة الشرق اعتبر بأن منتخبي حزب الأحرار والذي يبلغ العدد 800 منتخب هم أوفياء للحزب وللوطن ومتمسكون بنظافة اليد والاستقامة 800 منتخب منتخب من الأحرار والحمامة كلهم زيانين ويديهم القيام وكرشهم ما فيها أجينه لماذا؟ كيف قتلكم؟ بحكم أنه جاءوا لتكريس ممارسة سياسية جديدة هذا كلام سي أجار لذلك أكد بأن الأحرار هو حزب العامل والمعقول ولا يبيع شعارات الوهم للمواطنين اعتبر بأن المنتخبين من الجهة يطلعوا لمضاعفة عددهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة هنا في كين المعنى وهنا في كين الميصر بغير العدد أجارة اعتبر بأن المناضلين كيداعموا ويساندوا حكومة عزيز أخنوش هذا الأمر طابعي ياسي أجارة وبأن عندهم الإيمان الراصخ بأن النجاح سيكون حريف المبادرات الإصلاحية للحكومة وخصوصا المشروع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لجاتبية الحكومة أجارة وعلى صعيد آخر شدد أو أكد أجارة لأنه ورغم الظروف الصعبة والمناورات والدسائس والجهود الفاشلة للجرال للمساس بثوابت بلادنا يقصد أن الجارة اللي هو الجزائر فإن سكان هذه الجهة واعون دبعنا عدرتهم جيدا من اللي قلته سكان الجهة وما قلتهش لمنتخابين ديالكم في الجهة فماشي غير سكان هذه الجهة رأى المغرب كله ضد كل المؤامرات اللي كتحاك ضد بلادنا من طرف الأعداء ديال الخارج وخصوصا لا يتعلق منها بقضية الصحراء المغربية وكلهم واعون بجميع المناورات التخريبية وماشي غير المنتخبين ديالكم أجار يقول بأن السكان هذه المدينة لا يزيدهم ذلك إلا تعلقا بأهداف العرش العلوي المجيد هذه أنا معك فيها وهذا ماشي شي حاجة جديدة أسي أجار ولكن بشقول غاد شي غاد يخليهم يزيد ويدعموا الحكومة فهنا كنقول لك أوه فراني أمسي أجار ذلك يأكد بأن أفضل رسالة لخصوم بلادنا هي التوافق والالتفات حول ثوابت الأمة خلف جلالة الملك ومواصلة جهود التنمية هذا كلام حق وأنا كنت أتعفق معك فيه إلا تخصيص حيث فقط لمنتخابيكم هنا ما يمكنش أن أتعفق معك أسي أجار ولا أخنش ولا غيركم وغيركم تحياتي العطيرة للجميع وإلى خبر آخر بإذن المولى عز وجل